اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تأييد مملكة البحرين معالي السيد احمد ابو الغيط مرشح جمهورية مصر العربية للشقيقة لشغل منصب الامين العام لجامعة الدول العربية خلفا لمعالي الدكتور نبيل العربي واشر معالي وزير الخارجية الى ان هذا الدعم جاء في رسالة رسمية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وعهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة واضف معالي وزير الخارجية ان الرسالة تضمنت دعم مملكة البحرين التام لهذا الترشيح وتأكيدها على التعاون مع الامين العام الجديد للجامعة العربية لانجاح مهمته في الارتقاء بالعمل العربي المشترك ومؤسساته وآلياته وتعزيز المصالح العربية ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التي تواجه الدول العربية وشعوبها ونوه معالي وزير الخارجية بالتاريخ الدول المنسي الكبير لمعالي السيد أحمد أبو الغيط وسجله الحافظ بالعطاء وإسهاماته الملموسة على الصعيدات الإقليمية والدولي ودوره المقدر في تعزيز العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في كافة المجالات وعرب معالي وزير الخارجية عن خالص تقديره للجهود الكبيرة والبارزة التي بدلها معالي الدكتور نبيل العربي الأمن العام الحالي لجامعة الدول العربية وحرصه الشديد وسعيه الدؤوب طوال فترة عمله بالجامعة على تعزيز الأمن والسلم وإرساء الاستقرار في المنطقة وتطوير أداء الجامعة العربية لتكون قادرة على التعامل مع كافة المعطيات والمسجدات ترجمة نانسي قنقر